واختلف في سبب خروجهم وقيل إن سبب خروجهم كان أطاعوه ولكني أرى أن وجهة النظر الأخرى هي الأولى بالقبول وأنهم فروا من الجهاد فرد عليهم الجهاد فنكسوا على أعقابهم وتولوا ثم بعد ذلك عاقبهم الله عز وجل بالطاعون فخرجت طائفة منهم فرارا من الطاعون إذن أرى أن الأمر مركب بمعنى أنهم فروا من الجهاد ومن الطاعون أما أن يفروا فقط من الطاعون كما ذكر ذلك معظم المفسرين فهذا قول فيه نظر لماذا؟ لأن العقوبة لا تتناسب مع كون الإنسان انتقل من أرض إلى أرض من أرض بها طاعون إلى أرض أخرى ليس بها طاعون أما هذه العقوبة أن يميتهم الله عز وجل ويغضب عليهم كل هذا الغضب إيه السبب؟ أنهم فروا من الزحف فروا من الجهاد ولذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات كذا 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 والتولي يوم الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله إذن فالأولى بالقبول أنهم فروا من الجهاد أولا فوقع فيهم الطاعون وتفشى فيهم الطاعون فخرجوا من الطاعون وظلوا أنهم بذلك نجوا من قضاء الله وغفل هؤلاء أن الله عز وجل إذا أراد أمرا فلا راد لأمره طيب دكتور تسمح لي دكتور صفوت حتى نستكمل القصة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم المفسرين هل تحدثوا عن ديارهم يعني هل عرفوا ديارهم أم أن هناك اختلافا حول هذه الديار أنا قرأت بعض القراءات ما من أمر في هذا الشأن إلا وفي خلاف حتى في الآية التي جاءت بعدها خاصة أن الآية لم تحدد الآية التي جاءت بعدها بعدة آيات وهي قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية مبهمة قرية مبهمة نكرة مبهمة والذي مر عليها من المبهمات إذن ففي القرآن الكريم كثير من المبهمات المقصودة بمعنى أن العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر فينبغي أن لا نقف عندها كثيرا الشائد من ذلك أن هؤلاء القوم فروا من قضاء الله اعتقدوا أنهم فروا من قضاء الله فأماتهم الله عز وجل جميعا ثم بعثهم طيب قبل أن ننتقل أيضا تسمح لي يا دكتور صفوت أنا أمام عالم ما شاء الله